يعني يبدأ فصل الربيع وزي ما بيتال كده الدنيا ربيع والجو بديع لكن دايماً بتنتشر أدوار البرد في هذا الفصل وكلام كتير منتشر عن متحور جديد لفيروس كورونا اسمه أراكتورس المتحور ده هو أسرع انتشاراً من المتحور اللي قابليه اللي كان موجود قبل كده اللي اسمه كراكن اللي يعني كان منتشر في عدة أشهر فائتة وتم يعني وجوده أو رصده في أكتر من 22 دولة منهم الولايات المتحدة وكمان بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية حقيقة زي ما انت قلت مع بداية فصل الربيع مع اختلاف الفصول بيلاقي بشكل عام انه في بعض الناس عندها طبعاً جيوب أنفية أو عندها حسية من الجو داع بشكل عام وكمان بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونزول درجات الحرارة وعدم خلينا نقول الانستابلتي الموجودة أو ما فيش كده رتم واحد للجو الجو عمال يتقلب فكلنا حسين بأدوار برد أنا شخصياً عندي زكام شوية فيترى هل ده برد هل ده المتحور الجديد أي مخاطر متحور الجديد وهل فيه مخاوف من انتشاره بشكل أوسع ومن الفئات الأكثر عرضة للإصابة به وده المهم إزاي نحمي نفسنا من أي فيروسات تنفسية سواء كان كورونا أو حتى الأنفلوانزة المسلمية كل التفاصيل دي هنعرفها من الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح اللي نوارنا النهاردة في ستوديو صباح الخير يا بصر أهلا بيكو أهلا بيكو أهلا بيكو أهلا بيكو أهلا بيكو أمجدين وكل سنة وطيبين أهلا بيكو كوسمانطايا أراكتورس أراكتورس ده اسم المتحور الجديد تماما قبل ما نسأل على أراكتورس عاوز عارف هو هل فيروس كورونا مازال موجود ومازال منتشر مازال فيه خوف منه ومازال هو يعني فيه حالة طوارئ قصوى في منظمة الصحر على بدل بسبب هذا الفيروس ولا خلاص أهم ونزح زي ما بيقال محلياً إحنا مستقرين تماماً تماماً معظم الحالات اللي بنشوفها ما بقيناش نقول دي كورونا ولا برد ولا إنفلونزا لأن الحالات كلها من درجة متوسطة والبسيطة آه في حالات بنشوفها لأن زي ما أنت قلت إحنا في تغير الفصول ما بين انخفاض وارتفاع في الحرارة لأنا هتأل لبني لأ الجو ساعة النهاردة لأ الجو حر النهاردة لأنا خففت بدري بنلاقي على طول في نزلات برد لحر الصبح ساعة شوية بالليل وبعد كده شوية في تلات يوم مطرة في ساعة تاني وبعد كده حر كل التقلبات الجوية دي هي موسم انتشار لعدوات التنافسية أي أن كانت برد إنفلونزا كورونا هو ده موسم الانتشار فإحنا الحمد لله هو ده الموسم والحالات اللي موجودة حالات بسيطة سواء كان برد أو إنفلونزا أو كورونا عالمياً لسه نظمة الصحة العالمية بتقول إنها هتخفف الإجراءات لأن فيروس كورونا عالمين ابتدى يضعف إن التحورات اللي بتحصل للفيروس ممكن تزود قدرة للانتشار ولكن بتضعفه كحدة وكخطورة أقل نسبة الوفيات عالمية من كورونا قلت بنسبة كبيرة جداً لدرجة إنه ممكن قريباً جداً بسبب ضعف الفيروس كورونا أصبح دور برد كورونا أصبح موسمي كورونا أصبح إنفلونزا هنتعامل معي مش بصورة جائحية أو بصورة وباقية زي ما كان بيحصل قبل كده هنقلل المحاذير هنقلل إحتياطات اللي كان بتحصل لأنه بالفعل ابتدى يضعف تحوره بسبب منظومة اللقاحات اللي كانت موجودة خلته بقى أضعف حتى التحورات اللي بتحصل بتفقده قدرته على الفتك وقدرته على إحداث المضعفات معظم الحالات بتكون التهاب في الجهاز التنفس العلوي مشاكل الرئوية الخطيرة إيه الحق ده أنا في التهاب رئوي أنا محتاج أكسجين أكسجين بيقل كل المشاكل اللي كان بتحدثها كورونا في بداية وجوده قلت بالنسبة كبيرة جدا درجة أن احنا ما بقيناش نقول للمريد عمل مسح ناش نقول للمريد عمل أشعال لأن أعراضه مش محتاجة أنه يعمل ده كل أعراض جهاز التنفسي أنا دافي شوية أنا مسكوم بدعك في عناية عندي احتقام في زوري طب هو يا دكتور أنا عندي كورونا يا سيدي مش هتفرد هي عدوى تنفسية سواء برد أو فلونزة أو كورونا إحنا هناخد الإجراء المتبع إحنا في إنفلوانزة بنقول لك هتلتاح هتلتاح هتعمل سواء هتاخد خافض الحرارة هتعزل نفسك لأن مش شرط إن كورونا تكون خطيرة الإنفلوانزة نفسها ممكن تبقى خطيرة واخترة الإنفلوانزة بتبقى على كبار السن فمعني أنا بقول لك ارتاح ثلاثة أربع تيام أنا مش بخوفك وأقول لك لأن أنا ممكن تكون حد كبير سن حد ضعيف مناعيا يكون واقع أصابة عنده خطيرة أنا أعزف هنا يا دكتور بس فيه فرق ما بين الراحة في المنزل والراحة مع العزل زي ما كنا بنعمل زمان هل دلوقتي كورونا بتتطلب لنا يبقى فيه عزل زي زمان ولا خلاص لأننا نحن بنكلم في سرعة انتشار هو ده الفرق ما بينها وما بين البرد لو عندك في منزلك كبير سن أو شخص مريض أمراض مزمنة يفضل إن أنت تبعد عنه حتى لو عندك برد لأنه وقع لإصابة البرد أو الإنفلوانزة أو كورونا على كبير السن بتكون أشد فتكا رغم من إحنا قلنا أنه ضعف وأقل خطورة إلا نزال الفئة دي حتى مع الفيروسات الضعيفة بتكون مناعتها إليه لا بتكون وقع الإصابة عليها أخطر فبالتالي لو عندك شخص كبير سن شخص مريض سكر شخص مريض قلب وعندك دور برد مش هقول كورونا دور برد هتعزل نفسك عنه طيب حادق أنا عايزة أفهم دلوقتي ليه في أسامي للمتحورات إحنا كل شوية عندنا اسم جديد مش عارفة دلتا دلتا رقم كام بعد كده أركتوريس بعد كده كان قابله أوميكرون لو أنا كده كده الإجراءات هتتبعها هي هي أيا كان إيه هو نوع نزلة البرد خلينا نقول أو نزلة الكورونا المتحورة الجديدة ليه في أسامي كتيرة هل بتختلف في الأدوية هل بتختلف في الراحة ولا ما أستعلم برضو ما فيش تحليل طالما ما فيش مسحة ما فيش تحليل هيقول ده إيه بالزبط فليه بيتم دايما بانتشار اسم جديد لمتحورة مش اسم جديد هو إحنا لذال دلوقتي إحنا نزل في أوميكرون هو ده تحور فرعي من متحور أوميكرون حصل تغيير في التسلسلة الجينية XBB حصل فيها نوع من التغيير فبالتالي أكسبته قدرة ده اسم علمي مش معنى أن فيه اسم جديد وتحور جديد تغيير في التسلسلة الجينية إنه هو فيه تغير في علاجه أو تغير في لقاحه هو هو نفس اللقاح هو نفس اللقاح الإسم ده منظمة الصحة العالم بتسميه لما يحصل تغيير أو تفرع جينية لسلالة الموجودة فبتطلق عليه اسم جديد لاتين جديد إنه هو ده الإسم الثالث أوميكرون دلتا كرون دلتا بلس وهكذا فكل الأسماء دي هي أسماء بتطلقها منظمة الصحة العالمية لو حصل تحور في السلالة الجينية للمتحور إحنا لم نزل في أوميكرون على فكرة أوميكرون هو السلالة السائدة حتى الآن هو تحور سانوي فرعي من أوميكرون فأوميكرون لا يزال هو هو السائد حتى الآن والتحور ده هو تحور فرعي من أوميكرون مش هيغير في علاجه وهو نفس البرتوكول وهذا أقول لك إنه كورونا الآن مش محتاج ببرتوكولات خاصة إلا في فئة معينة اللي لها مضعفات معينة كبار سن وأصحاب أمراض مزمينة اللي بيخبرتوكولات خاصة معظم الناس اللي بيجي لها كورونا لفترة دي المعالجة بتكون معالجة منزلية بالخوافض الحارات التقليدية نسب الشفاء 90% للحالات البسيطة بدون أدوية الأدوية التقليدية ما بنحتاجش لإدواء خاص ما بنحتاجش لحقا معينة أو مضادات معينة لعلاج كورونا هو كورونا فيروس تنفسي مش بيحتاج أي مضادات حيوية الأدوية التقليدية اللي بنعالج بها البرد هي اللي بنعالج بها 80% من إصابات كورونا إمتى بحتاج أمن البلافير أو تعليق أدوية خاصة مناعية خاصة في حالات خاصة كبير سن عنده مشاكل تنفسية عنده سكر عند أعرض منها وأنا خايف علم المضاعفات الفيروس بياخد بروتوكولات خاصة تحت إشراف تيمبر غير كده معظم الأدوار بالفعل هي أدوار بسيطة حتى العيان أصلا بيستخفوا بدوره نشاط احتقام بصوات فكرة كورونا والهلع ومشاكل التنفسية والناجاة والحرش ما بقيناش نشوفها بالنسبة كبيرة الآن لا حي طيب لو بنتكلم على أن نسبة الشفاء أصبحت أعلى أو أكثر استجابة دون يعني لجوء لبروتوكول خاص تحديدا أراكتوريس هنرجع نتكلم برضو عليه وزي ما حاجة ذكرت هو متفر أو حاجة ثانوية متفرعة من أوميكورون طيب إيه الأعراض بتاعته وإيه بروتوكول العلاج الخاص بي طيب هو الأول مبدئين هو الحد الآن ما دخلش مصر حد الآن إحنا مبدئين متعامل مع فعزات تنفسية لا أوميكورون حتى الآن ويا رب ما يدخل طيب عالميا بقى الناس بتتكلم عنه إيه وبتتخذ إزاي أعراضه زي أعراض أوميكورون إعراض جهاز تنفسه علوي اللي هي إيه رشح حتى كان بسيط في الحل مشاكل في العين حكة في العين فكان في الحل صدع ارتفاع حرارة لا يصل إلى 38-38.5 يعالج بخوافض الحرارة التقليدية مادة البراستامون لا يحتاج إلى مضادات حيوية إلا إذا اشتبه الطبيب وجود عدوى رقوية مصاحبة بكتيرية مصاحبة لعدوى التنفسية لكورونا غير ذلك لا نحتاج إلى بروتوكولات قصة لعلاجه الشخص يتعافى منه تقل تلقائيا بدون أخذ بروتوكولات قصة إلا الحالات اللي استثناء اللي احنا قلنا عليها دي اللي بناخد بقى الأدوية الفاببرافير والأدوية الخاصة بكورونا وأدوية كورونا الخاصة لمضادات الفيروسات تؤخذ في حالات خاصة تحت إشراف طبي لحالات كبر سن لحالات عندها مضاعفات لحالات خايف إنها تخش منه في مضاعفات شخص عنده سد رقوية عنده تلايف رقوية عنده حسة على صدره وخايف إنه الفيروس ينزل على الرقا وسبب مضاعفات دا اللي بتدي له مضادات كورونا دا اللي بتدي له أدوية خاصة دا تدي له بروتوكولات خاصة غير ذلك براستامول سوايل دافية فيتامين سي الزينك الأدوية التقليدية اللي بنعالج بها كورونا اللي بنعالج بها البرد حاليا هي التي تؤخذ ملوش أعراض خاصة به هي نفس أعراض أميكرون جهاز تنفسه علوي نادرا ما بينزل لرقا بس بينزل بس بنصا بسيطة لها المشاكل التنفسية إنها جان القوحة الشديدة ودي أعراض نادرة لها الجهاز التنفسي السوفلي معظم الأعراض الجهاز التنفسي العلوي زي البرد والإنفلوينز طيب في بعض الشعاعات اللي تلقيت كده بتقول إن الحشرات ممكن تنقل العدوى من شخص سليم لشخص من شخص عنده العدوى لشخص سليم مش جيد لو 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 كان فيه وسائل العدوى كان لسه مهمة حاليا العدوى الوحيدة أو الانتشار الوحيد هو فيروس رزازي تنفسي صب الانتشاره عن طريق الرزاز حتى بتلامس لازم أنت تكون عطست أو كحيت بفترة قريبة جدا وحطيت أو حد عطس أو أنت لمست إفرازات شخص مصاب فيروس كورونا بإيدك وحطيت إيدك على مراخيرك عشان كده إذن الكلام حشرات أو حيانات أليفة فيش كلام ده حيانات أليفة داخل بيته ومصابه وينتقل عند الحيانات ومصابه فيروس كورونا ينتقل رزازي أيضا ماشي عن طريق إفرازات لكن لا ينتقل عن طريق حشرة تقرس حد مثلا هو فيروس رزازي تنفسي يدخل الأخشاء المخاطية للأم عن طريق لإما عطس شخص مباشرة لإما شخص عطس وانت تلمست إفرازاته مصادفة ومغسلتش إيدك وحكيت مراخيرك أو قربتها من وشك لا ده يعني ده كده شخص قصد يدي نفس ما إحنا كنا بنقول للناس أنت كل ساعة في شغلك ممكن أنت بتاخد فلوس شخص عطس عليها حطتها وحطتها وقعدتش إيدك حاجة مصادفة ممكن حاجة غير مقصود للأسف يعني يعطس فيكم منها يعني يعطس فيكم للأسف ممكن تعرف حد ما بيعملش الإجراءات الصحية اللي إحنا المفروض اتعودنا علىها خلال فترة كورونا نعم طيب ليه الراكتورس ده أشد عدوى من المتحورات السابقة اللي هو طيب لو رجعنا كل التحورات اللي قبل كده بلناه أن كورونا الحمد لله اللي اللي هو بيضعف بيضعف في الحدة ويزداد في الانتشار يعني تحوره بيخليه أكثر قدرة على الانتشار والعدوى ولكنه بيكون أضعف وده من نعمة ربنا أنا ما عنديش مشكلة لأن الفشلات النفسية تكون معدية لكن تكون بسيطة مش خطيرة حدتها أقل خطرتها أقل فالتحور بيصيبه ودي حاجة جينية قدرة أكتر على الانتشار على الاختلاك الاختلاك المخاطئ على نشر العدوى ولكن ما أصابوش الحمد لله قدرة كبيرة على الفتك وعلى النزول للرئة واحداث مضعفات فيها وده من نعمة ربنا التحورات على مر كم سنة اللي فاتت الفيروس أكتر قدرة على الانتشار أوميكرون هو أسرع من دلتا لم يثبت أنه أكثر قوة من صابتي طيب ليه أدوار البرد المنتشرة اليومين دول يعني ملاقينها مكملة مع الناس شوية يعني أيامها يعني زمان كمسلا أسبوع أثنين دلوقتي مكمل دور البرد آه ما فيش تكسير في الجسم آه ما فيش أن أنا محتاجة أبقى قاعدة في السرير تولوقت لكن مكمل دور البرد طيب الناس تبعتقدين أنه هو دور وحيد لأنا عندي البرد أكتر من سلالة عندي الانفلوانزا أكتر من سلالة كان عندي المخلوي ببقى أكتر في الشتاء أكتر من سلالة عندي كرونا أو اميكرون بتحوراته طب أنا جالي برد تعافيتي ممكن جالي برد ثاني هو البرد أنت ما بتاخدشي مناعة منه من تو ممكن يجيلك أكتر من دور برد خلال فترة وجيزة ممكن يجيلك برد بعد يوميكرون وتعتقد أنه هو نفس الدور اللي عندك ممكن يجيلك برد بعد يوميونزا الناس يطرق وانا خدت الدور لا فيش حقس ما انت خدت الدور ممكن يجيلك دور بجين مختلف بتحور مختلف بفيروس تاني مختلف ببرد تاني بكرونا تاني ولأنهم أعراضهم متشابهة فبيعتقد الشخصهم نفس الدور يعني انت لو جالك زكام ورش وبرد واحتقان وخفتي يوم او اتنين ورجع تاني هو نفس الدور ما يمكن خدت عدوة تاني لبرد او كورونا والأولاني كان برد وده كورونا او الولاني كان كورونا وده برد ما بيحموش بعض او ده انفلونزا فبالتالي نفس المعتقدة هو هو نفس الدور هو هو نفس الاعراض بس مش نفس الفيروس بزي زي ما انت قلت احنا في موسم نبقالنا شهر ما بين شتاء وصيف على مدار اليوم ممكن تلاقي فصول السنة الاربعة ممكن تلاقي السطب حر الدهر فيه تراب وخريق وربيع بالليل سقعة لا انت السنة كلها بفصولها متواجدة خلال اليوم كامل ممكن تلاقي بالليل سقعة الناس في تيتيل او اعتقدت ان خلاص الصيف ابتدت لبس ملابس صيفية لو احنا عندنا بكرة وبعد وممكن نبقى فيه انقفات في الحرارة ممكن نبقى فيه مطرة لا ده موسم ده نزلة لا ده احنا نحافظ على ابننا دلوقتي انت هتلبسه ملابس قطنية سقيلة مش هنشغل تكييفات مش هنشغل مراوح دلوقتي نصبر لحد منتصف خمسة بنسبة كبيرة بيكون الجو استقر الى الصيف لكن حتى الازواني جايين دول لسه الجو متقلب ما بين شتاء نصي وبالتالي لا نحافظ على اطفالنا ما نعرضهمش للصدمات الحرارية لا انا لا ابني جو حر دلوقتي هقلعه الجاكت بسرعة لا وهو عرقان لا ده انت هتعرضه لطيارها لا بالليل خلاص النهاردة حرف وجه ان بالليل سقعة يسحط ابني مسكوم عنده برد مع انه كان لسه عنده برد من يومين ده بسبب تقلبات الجوية وده موسم انتشار لكل الفيروسات التنفسية بما فيهم كورونا والبرد والإنفلوانس طب هل ظهور متحور جديد ده معناه ان هو بيجب بما قبله ولا وارد الاصابة بما قبله بيكون هو الفيروس السائد مش بيجب بما قبله لان احنا هو كورونا فكرة كورونا دي همعه هو كورونا لن ينتهي كفيروس ولكنه سينتهي كوباء كجائحة هوا البرد انتهى كفيروس انتهى هل الإنفلوانسة انتهت من العالم هي مجودة وبتهاجم بس الفكرة ان انا بيكون عندي اجراءات حماية بيكون عندي لقاح إنفلوانسة باخده بيجيني جزء من الحماية باخد لقاح كورونا بيجيني جزء من الحماية لكن كورونا هيفضل موجود بس بصورة ضعيفة خلاص مش اسأل هو عندي ايه زي ما كان قبل كده انا ما كنتش بقول هو انا عندي اني فيروس دلوقتي الناس بقى ابتدت بسبب كورونا ولا عندي كورونا ولا برد ولا محلو واصلح مفيش فزاعة ايه ده البيت ده مصاب بكورونا فنبعد عنه ونعزل البيت وكان فيه ناس بتسيب العمارة كلها وتمش بفعل وكان فيه فوبيا وقلق وخوف وفيه نوع بقى من لا انا مش هقابله لا انا مش هشوفه مش هتينه كان فيه في اول كورونا نوع من الحالة النفسية الرئيبة جدا بسبب نسب الوفيات اللي كانت شديدة جدا مكانش فيه بيت لما تكون فيه حالة وفاة لكن دلوقتي الامور مستقرة كورونا يتجه ليكون دور برد كورونا بيضعف كورونا بيقل بس مش هيختفي لان الفيروسات بتضعف تضعف 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 ولكنها بعد كده بتصيب باقل حدة درجة ان احنا كورونا هنقول عليه بعد كده انا عندي برد ومش كورونا وينتسي اسمه كحاجة علمية كحاجة طبية خلاص نرجع المجتمع يقول انا عندي دور برد انا عندي دور برد لان ما بقاش به الخفوف والحالات الوفيات اللي كان بتحصل والقلق والمستشفيات والرعيات لعنى نسب جرات المستشفيات طبيعية جدا نسب الإصابات طبيعية جدا نسب الأعراض هي هي البسيطة جدا حالة الخوف والقلق اللي كانت موجودة عند الناس ما بقاش موجودة ان هو يسأل ورح يجري اعمل مسحة وقشعة عشان يطمي ما بقاش ده موجود لان هو جاله اكتر من مرة وخد وشاف ان هو بيتعافى وبيخف وبالتالي التجربة نفسها ان جالوا ادوار وخف منها ما بقاش عنده القلق اللي كان موجود قبل كده في بداية كورونا مين اكتر فئة المفروض تخاف حال الفئة الكبيرة في السن الصغيرين الاطفال مين اكتر فئة تخاف من أركتورس طيب الفئة الكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة مش كأركتورس بس كورونا هو مكرون عموما هو اكثر مضاعفاتا في هذه الفئة قاحد دوته اقل ولكن مع الفئة سد الراوية مدخنين كبار السن اصحاب الامراض المزمنة الناس اللي بتخسل كلها الناس اللي عندها سكر بيكون مناعة ضعيفة دول بيتمكن منهم اي عدوى فيروسية سواء كان بارد اونفلونزا وكورونا فبالتالي المتحورات تتمكن زيها زي العدوات التنفسية بيكون اكثر قدرة على احداث مضاعفات في الشخص كبار السن أو اصحاب المناعة الضعيفة انفلونزا والبرد بيكون مضاعفاتها اكتر في الاطفال اما كورونا بيكون مضاعفاته اكتر في كبار السن واصحاب الامراض المزمنة صحيح طيب عبثين بقى يعني دايما بيقال الوقاية خير من العلاج نصايح دكتور امجد للوقاية من فيروس كورونا بشكل عام ايما كانت متحولاته طيب احنا الوقاية دي يعنينا اكون منعتي جيدة تواجه هذا الفيروس طب اقوم منعتي ازاي اول حاجة بقوم منعتي ان انا اكون اخذ اللقاح ازاي اخذ اللقاح طب ما انا اخذته طب ما انت هتفضل تاخده لو عد عليك اكتر من ستشهر هم احنا مش بناخد لقاح لفلانزا كل سنة بس كورونا لسه وباء لا ممكن ناخده قبل سنة لو انا عد علي اكتر من ستشهر من اخر جرع لا هياخد جرعات انشيطية اخرى تعزز منعتي تجاه هذا الفيروس خصوصا كبار السن واصحاب الامراض المزمنة واصحاب المناطع فلو عد عليهم طلت تشهر مناخد جرع بنصحهم ياخدوا جرعات عزية جديد يا اول حاجة ان انا اخذ لقاح يقيني اذا اصيب طب انا مش عايز اصيب لو انا شخص كبير سن ومنعتي ضعيفة ونازل مكان في تجمع فرح او بان كبار السن هقولهم لا هنرجع نلبس كمامتنا تاني لا مكان تجمعك هلبس كمامة هقولهم ايه تاني التغذية مهم جدا جدا للشخص كبير سن انه التغذية الجيدة تغذية البروتينية قليلت الدسم قليلت السكة اقتر من الاغذية اللي تحتوي على فيتامين سي ارجع للطبيعة في غزائي ماخدش مستحضرات اخد الجوافة البرتقان الكيو اخد الزنك من المقليات والمقصرات اخد الاغذية المناعية الجيدة قليلت الدسم قليلت السكر من الغذاء الطبيعي بتاعي يبقى انا اخدت القاح وده غزت كويس ايه تاني لو انا مدخن ابطل سجاير مهم جدا التدخين يضعف المناعة ويخليه سدري يخش في مضعفات اخطر من الشخص الغير مدخن صحيح هنبدري اخد قصة راحة من النوم ارتاح نوم مبكرا يعزز جهازنا المناعي امارس الرياضة تنشط الدورة الدموية وتحافظ على جهاز مناعي متوازن ابعد عن القلق والتوتر وفوبيا والخوف الحمد لله بتدي ايه اللي احنا الاول كورونا كان الشخص يفضل خايفه الان ولو قاله كورونا يفضل خايف لحسن هيموت وده كان ممكن يدخلوا ويضعف مناعته ويدخلوا في مضعفات قطيرة عند الاصابة يبقى اتغزة ابطل سجاير انام بدري امارس الرياضة ابعد عن التدخين ابعد عن القلق والتوتر اعمل اجراءات الاحترازية لو انا داخل مكان في تجمع اخسل ايدي كويس بمعايا كحولي تاني البس كمان لو اماكن في تجمع في بيتي الامور عادية جدا ولشنا بنسلم على بعض مش هزم الاحضان والبوس البوس والقبلات لأ طبعا هنركع يا جماعة المفترض ان يكون ده اسلوب حياتنا مش مرتبط بكورونا اجراءات نظفتنا طبعا اي حد بيعتس معروف انه يعني معانا منزيل يا ريت معانا منزيل او في الجنب لو انا متنو زي ما هتحدث بتقولي كل اجراءات دي المفروضة تعلمنها تفضل نعلمها لأولادنا تكون دي اجراءاتنا مش لكورونا بس للبرد والانفلوز والأي عدوى الاجراءات دي بتمنع انتشار اي عدوى مجتمعية يبقى انا خدت اللقاح طبعت خمس كابسولات غذاء وعدم تدخين ونوم خدت اجراءاتي مبتديش بها ان انا دلوقتي لان انا فترة التقلبات الجوية احافظ على نفس التقلبات الجوية دي ان انا البس لبس قطن تقيل دلوقتي لسه الجو وما حررش قوي لحد ما الجو يحرر معردش نفس الصدمات الحرارية ان انا ابقى لبس تقيل واخفف مرة واحدة اتابع بقى حالة التقس كل يوم وامهات كتير عن فكرة بتعمل ده عارفين الجو بكرة ايه هبتدى تقل لبني هلبسه بالليل جاكت ولا لأ لو نازل درس كل الاجراءات دي لو مات عملتها لأ انا بقي نفسي خزاء مناعة رياضة امد عن التدخين اخذ لقاح اعمل اجراءاتي لو عملت كل ده مش هيجيلي فيروس كورونا او اي فيروس نفسي طب ولو جالي هيكون واقعه اقل حدته اقل هيكون بردي زي ما احنا قلنا وهيخف منه الشخص احنا بعمل العلينا وفي الاخر الله خير حافظ يعني بالتأكيد لكن لابد ان اسعى ولابد ان اققي نفسي هي امور بسيطة جدا لكن غير مكلفة غير مكلفة لكن في النهاية بتحميني من ضرر لقدر الله قد يؤدي الى الوفاء وبحمل الاخرين حولي بنشكر حضرتك الدكتور امجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل والاقاح شكرا شكرا وحضرتك طيب